فخليني أقول لحضراتكم يعني كل الاحترام لردود الأفعال اللي جات لنا بخصوص حلقة مبارح والحقيقة يعني إحنا كنا عاملين حسابنا أنه يعني نزور زيارة عادية لأحد الكنائس المهمة في البلد والحقيقة بعد ما روحنا وتجولنا وقابلنا النفوس الطيبة والناس الطيبة جوه المكان الحقيقة يعني كان لنا كل الاحترام والتقطير معاهم وخرجنا بأفكار حلوة أوي ممكن ننفذها على مدار العام في التقرير الخارجية الأخرى في هذا الإطار صحيح تعبنا وخدنا وقت كبير جوه الكنيسة لكن كان كله بفضل ربنا صبحانه وتعالى والحدث المهم جداً اللي المفروض نخد بالنا منه والحدث ده اللي الحقيقة بعد هذه الزيارة وبعد أن احنا نلمس هذا الأمر على أرض الواقع فأنا أتمنى أن احنا كلنا نستفيد من هذا الحدث المهم جداً مش في شهر ستة بالذات عشان شهر ستة ده كان بداية دخول العائلة المقدسة إلى مصر وبقاها في مصر ثلاث سنوات وحداشر شهر ثلاث سنين وحداشر شهر وحوالي يعني خمس وعشرين نقطة وثلاث تلاف وقمس بكة حالي الحقيقة في حكاوة كتير جداً بتتقال في هذا الموضوع فحتى القمس ميتياس موريس رعي الكنيست العدرة مريم بساخة لما واللي احنا كنا فيها لما الحقيقة كنا بندردش معايا بعديدة عن التسجيل الحقيقة كان فايد المعلومات كان زخيئي كان غزير جداً جداً وتحس أن انت مش عايز تعمل حلقة واحدة بس عايز تعمل حلقات وطبعاً أنا عارف أن الموضوع مش متعلق بساخة بس كمية بقى الدعوات اللي جات من كنايس كتير جداً في مصر يعني الحقيقة يعني أنا ما كنتش متوقع ده الحقيقة يعني ما كنتش متوقع ده يعني الناس في دا أدوس وناس في المطارية ناس في المعادي ناس في مصر الأديمة احنا جالينا مثلاً أكتر من 6-7 دعوات امبارح من كنايس في المينيا من كنايس أنا على الواتساب بتاعي أو ناس كلموني في التليفون فالحقيقة أنا مش عارف لسه يعني هنشوف الأمر ده مع زملائي في التحرير نشوف نعمل ده ازاي قالوا لي أنه في شهر 8 بيبقى فيه برضو احتفاء مهم جداً بهذا الأمر تقريباً بيبعد ميلاد السيدة مريم يعني الحواديد دي كلها الحقيقة أنا هنزبط الأمور مع زملائي في الإعداد ونشوف إمكانية أننا نمشي في هذا المصر ترجمة نانسي قنقر